السلام عليكم عشر آيات تفهم خطأ تعرف عليها وانشرها وإذا أظلم عليهم قاموا قاموا أي ثبتوا مكانهم متحيرين وليس معناها أنهم كانوا قعودا فوقفوا ويستحيون نساءكم أن يتركونهن على قيد الحياة ولا يقتلونهن كفعلهم بالصبيان ليس من الحياة كما يظن البعض والفتنة أشد من القتل الفتنة معناها الكفر وليس النزاع والخصومة والعداوة كما يظن البعض ومن الناس من يشري نفسه كلمة يشري في اللغة العربية تعني يبيع بخلاف كلمة يشتري كما أن يبتاع تعني يشتري بخلاف كلمة يبيع على فترة من الرسل الفترة هنا بمعنى الفتور وليس المدة كما يظن البعض ومن الأنعام حمولة وفرشا فرشا هي صغار الإبل وقيل الغنم وليس المعنى من الفراش كما يظن البعض فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون قائلون أي من القيلولة وقت القائلة منتصف النهار وليست من القول كما يظن البعض وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم جار لكم أي مجيركم وأنتم في ذمة وحماي وليس المراد أنه مقيم بجوارهم كما يظن البعض وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم السيارة نفر من المارة المسافرين وليست الآلة المعروفة كما يظن البعض فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل أي نزداد مكيالا وليس كما توهم البعض من أن نكتل اسم لأخي يوسف هذه الآيات العشر التي قد تفهم خطأ انشر هذا المقطع لغيرك ليستفيد وأجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر